بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا عدتي في قربتي ويا صاحبي في شدتي ويا ولي في نعمتي ويا غايتي في رغبتي أن تساتر عورتي والمؤمن روعة والمقيل عثرتي فاغفر لي خطيئتي اللهم إني أسألك خشوع الإيمان قبل خشوع الذل في النار يا واحد يا أحد يا صماد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من يعطي من سأله تحننا منه ورحما ويبتدئ بالخير من لم يسأله تفضلا منه وكرما بكرمك الدائم بكرمك الدائم صل على محمد وآل محمد وهب لي رحمة واسعة جامعة أبلغ بها خير الدنيا والآخرة اللهم إني أستغفرك لما تبت إليك مين ثم عدت فيه وأستغفرك لكل خير أردت به وجاءك فخالطني فيه ما ليس لك اللهم صل على محمد وآل محمد واعف عن ظلمي وجرمي بحلمك وجودك يا كريم يا من لا يخيب سائله ولا ينفد نائله يا من على فلا شيء فوقا ودنا فلا شيء دونا صل على محمد وآل محمد وارحمني يا فالق البحر لموسى الليلة 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 الساعة 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 اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذيب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا رب هذا مقام العائد بك من النار هذا مقام المستجير بك من النار هذا مقام الهارب إليك من النار هذا مقام من يبوء لك بخطيئته ويعترف بذنبه ويتوب إلى ربه هذا مقام البائس الفقير هذا مقام الخائف المستجير هذا مقام المحزون المكروم هذا مقام المغموم المهموم هذا مقام الغريب الغريق هذا مقام المستوحش الفريق هذا مقام من لا يجد لذنبه غافرا غيرك ولا لضعفه مقويا إلا أنت ولا لهمه مفرجا سواك يا الله يا كريم لا تحرق وجيب النار بعد سجودي لك وتعفيري بغير من مني عليك بل لك الحمد والمن والتفضل علي ارحام اي ربي اي رب اي راب ضعفي وقلة حيلتي ورقة جلدي وتبدد أوصالي وتناثر لحمي وجسمي وجسدي ووحدتي ووحشتي في قبري وجزعي من صغير البلاء أسألك يا رب قرة العين والاغطباط يوم الحسرة والنجام بيض وجهي يا رب يوم تسود الوجوء آمني من الفزع الأكبر أسألك البشرى يوم تقلب القلوب والأبصار والبشرى عند فراق الدنيا الحمد لله الذي أرجوه عونا لي في حياتي وأعده ذخرا ليوم فاقتي الحمد لله الذي أدعوه ولا أدعوه غيرا ولو دعوت غيره لخيب دعائي الحمد لله الذي أرجوه ولا أرجوه غيرا ولو رجوت غيره لأخلف رجائي الحمد لله المنعم المحسين المجمل المفضل ذي الجلال والإكرام ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة وقاضي كل حاجة اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقني اليقين وحسن الظن بك وأثبت رجائك في قلبي واقطع رجائي عن من سواك حتى لا أرجو غيرك ولا أثق إلا بك يا لطيفا لما تشاء ألطف لي في جميع أحوالي بما تحب وترضى يا رب إني ضعيف على النار فلا تعذبني بالنار يا رب إرحم دعائي وتضرعي وخوفي وذلي ومسكنتي وتعويذي وتلويذي يا رب إني ضعيف عن طلب الدنيا وأنت واسع كريم أسألك يا رب بقوتك على ذلك وقدرتك عليه وغناك عنه وحاجتي إليه أن ترزقني في عامي هذا وشهري هذا ويومي هذا وساعتي هذه رزقا تغنيني به عن تكلف ما في أيدي الناس من رزقك الحلال الطيب رب منك أطلوب وإليك أرغب وإياك أرجوب وأنت أهل ذلك لا أرجو غيرك ولا أثق إلا بك يا أرحم الراحمين أي ربي ظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني وعافني يا سامع كل صوت ويا جامع كل فوت ويا بارئ النفوس بعد الموت يا من لا تغشاه الظلمات ولا تشتبه عليه الأصوات ولا يشغله شيء عن شيء أعطي محمد صلى الله عليه وآله أفضل ما سألك وأفضل ما سئلت له وأفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة وهب لي العافية حتى تهنئني المعيشة واختم لي بخير حتى لا تضرني الذنوب اللهم رضني بما قسمت لي حتى لا أسأل أحدا شيئا اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح لي خزائن رحمتك وارحمني رحمة لا تعذبني بعدها أبدا في الدنيا والآقرة وارزقني من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا تفقرني إلى أحد بعده سواك تزيدني بذلك شكرا وإليك فاقة وفقرا وبك عمّا سواك غنى وتعففا يا محسن يا مجميل يا منعم يا مفضيل يا مليك يا مقتدير صل على محمد وآل محمد وكفني المهمة كلا واقضي لي بالحسنة وبارك لي في جميع أموري واقضي لي جميع حوائجي اللهم يسر لي ما أخاف تعسيرا فإن تيسير ما أخاف تعسيره عليك سهل يسير وسهل لي ما أخاف حزونة ونفش عني ما أخاف ضيقا وكف عني ما أخاف هما واصرف عني ما أخاف بليتا يا أرحم الراحمين اللهم املأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا لك وإيمانا بك وفرقا منك وشوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إن لك حقوقا فتصدق بها عليك وللناس قبل تبعات فتحملها عني وقد أوجبت لكل ضيف قراء وأنا ضيفك فاجعل قراء الليلة الجنة يا وهاب الجنة يا وهاب المغفراء ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين يا وهاب يا شكرا يا وهاب يا صلوه يا رجل